السلام عليكم في إصلاح قلوب يعني إصلاح قلبي وقلبكم لكن من أخطر المهام أن احنا ندرك أن الموضوع مش رمضان وخلاص ممكن كل اللي عملناه يبوز لو فعلا محفظناش على مستوى اللي احنا وصلنا له قلبك أمانة بين إيديك إياك تفسده السلام عليكم رحلة جميلة عشناها مع برنامج قلبك أبيض الحمد لله على فضله ومنته الفضل كله لله سبحانه وتعالى رحلة جميلة أدركنا فيها معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب الفتن بتعرض على إيه على القلوب عشان كده كان كلامنا كلها القلب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها مشى مع الفتنة هو إيه وسرح مع الفتنة أيما قلب أشربها نكتت في قلبي نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها عرضت عليه الفتنة ألا عرضت عليه الإباحية ألا عرضت عليه الرشو ألا نكتت في قلبي نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض أبيض مثل الصفة لا تضره فتنة مدامة السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا لك كانت رحلتنا في البنامج صناعة القلب الأبيض أنا ليه بقول الحديث ده تاني علشان قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على الخلوب اللي عايز أقوله لك أن بعد رحلتنا دي بعد عمضان بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي مرة واحدة ستعرض الفتن على قلبك هتلاقي البنات راجعوا تاني للتبرج هتلاقي أن السجاير بتتعرض عليك تاني السينيمات فتحت هتلاقي أن المنكرات بقت سهلة هتلاقي أن الصلاة ما بقتش زي الأول هتلاقي أن الناس مش مقبلة على الصلاة زي الأول قيام من ليه اختفى بتبتدي الفتن تتعرض لو أنت تسهلت كده ورديت باللي عملته في رمضان وما كنتش محارب قوي بعد رمضان تحافظ على اللي أنت وصلت له صدقني الفتن ليه اتعرض عليك واحدة واحدة وعتيجي بعد شهرين ثلاثة بتقول لي الحقني أنا وقعت أنا انتكست وكل رمضان بيحصل كده إمتى هنحافظ على رمضان ونبني عليه مش كل شوية يضيع مننا ونرجع نبني من الأول نفسي ندرك وصية النبي وصية الله سبحانه وتعالى لنا حين قال ولا تكونوا ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمنكم دخلا بينكم ما تبقوش زي الست الغبية اللي كانت بتعمل حاجة جميلة أوي ولبس جميل أوي وبعد كده تقطع وتفركشه ما يبقاش احنا وصلنا المرحلة الحمد لله من صناعة القلب الأبيض وبعد كده نيجي نسوده في العيد بسوق أفعلنا بتبرج أو بترك صلوات اوعى تسيب مصحفك اوعى تتنازل عن حجابك الشرعي اوعى أنك ترجع تسمع أغاني اوعى تسيب قيام الليل بعد ما وصلت له اوعى تسيب ركعات الضحى اوعى تسيب أذكار الصباح والمساء تاني لا تكونك التي نقدت غزلها من بعد قوة ربنا سبحانه وتعالى وصف ألبك زي الزجاجة قال مثل نوريكا مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة دي ألبك الزجاجة دي ألبك ربنا لما أراد يوصف قلب الإنسان يوصفه بالزجاجة ليه؟ لأن الزجاجة رئيئة لأن الزجاجة أقل حاجة بتأثر فيها علشان الزجاجة دي تنتفع بنور الوحي ويدخلها نور الوحي لازم تظل صافية راقية نقية عايزك تتخيل أن ألبك زجاجة حافظ على ألبك لأن أي معصية بتهب بالقلب دوات فلا النور يطلع منه ولا النور يدخل فيه كلا بلران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله علينا بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قلبك حساس كل معصية بتدي أسود في أسود في أسود لغاية ما تلاقي الدنيا ضبابية لا تعرف معروف ولا تنكر منكر أرجوكي حسي أن قلبك ده ماسة ماسة لو أنت عندك ماسة غالية هتحطيها فين؟ هتعمليها إزاي؟ هترعيها إزاي؟ حسسني أن قلبك أغلى من إزاز عربيتك أخي أنت بتنظفه كل يوم وما ترضاش تركابها وأنت مش شايف قدامك فيه إيه؟ بتنظفه وبترعيه عشان طريقك وعشان سكتك اللي هي سكة أرضية قلبك أولى أنك أنت تصونه وتحفظه وتحميه وتمسحه وتسقله بالاستغفار والتوبة حتى لو أزنبت بالله عليكم حفظوا على الأمانة دية حفظوا على قلبكم لا تفسدوها بعدما أصلحتموها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وقلوبنا وأنا أقول لكم كل أعملتم بخير وأسأل الله يتخبرنا مننا ومنكم صالح الأعمال وأرجو من الله أن يكون هذا البرنامج برنامج نافع لي ولكم وأن ينفعني وإياكم به يوم لقائي إنه ولي وذلك والقادر عليه كل أعم وأنتم بخير جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله